في محاولة شبه يائسة لإنقاذ الاقتصاد العراقي الذي حطمه الفساد الحكومي والحروب المتتالية بعد العام 2003 عقدت منظمة الأغذية العالمية لمنظمة الأمم المتحدة الفاو مؤتمرا موسعا في بغداد بمشاركة 30 دولة أهمية عقد هذا المؤتمر تأتي مع أزمة الجفاف الحادة التي تعصف بالعراق هناك مناقشة لملف المياه بالنسبة لدول المتشاطئة مع العراق هناك ملفات عالقة مع دول المتجاورة إحدى محاور التي طرقت في هذا المؤتمر هو موضوع الجفاف نحن مثل ما تعرفون أن المحطة الأنبارية في مساحة العراق المساحة الكبيرة فيها هي منطقة صحراوية حقيقة نحن مشاركين في جلسات المؤتمر لإيجاد الحلول للتقليل من مخاطر الجفاف كما لانعقاد مؤتمر الفاو أهمية أخرى بسبب إغراق الأسواق العراقية بالبضائع الإيرانية باعتراف رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي من أن العراق يأتي بالمرتبة الأولى في استيراد البضائع الغذائية والصناعية الإيرانية وسط تأكيد أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل بروتوكولا حضوريا وتحشيدا إعلاميا ليس إلا هذا المؤتمر حاله وحال المؤتمرات السابقة حبر على ورق هذا التحشيد الدولي من أجل دعم الزراعة في العراق لكن للأسف شديد الزراعة في العراق انتهت بسبب الجهل الموجود نتيجة وجود التقاسمات بالنسبة للأحزاب هذه كلها ذهبت مع رياح الملفات الفاسدة القطاع الزراعي بعد عام 2003 تعرض لإهمال حكومي واضح الأمر الذي أضعف الإنتاج المحلي بالإضافة إلى هيمنة الميليشيات على المفاصل الاقتصادية والمنافذ الحدودية واستيراد البضائع الإيرانية الفاسدة ورديئة الجودة ترجمة نانسي قنقر